ألا بيبك هنا شرح لي ومجموعة من القضايا تم إسارتها خلال الأيام الماضية خاصة بالسوق السودة وسعر الفايدة وأيضا انقطاع القهرباء اللي تقرر وأصبح أكتر من الأول وتلاقي ناس كتيرة جدا بتشتكي مع العلم وكان معلوم لحضراتنا كلنا أنهم قالوا الكلام ده أخره أخر شهر تمانية طب أخره أول شهر تسعة طب أخره أخر شهر تسعة وبعدين ما فيش ده بالعكس الشهر اللي احنا فيه ده أكتوبر ده الموضوع تقرر أكتر من الأول فهل يا ترى هي بس هي موضوع تصريحات مسؤولين وخلاص ولا فيه ايه ولا احنا لسه مخلصناش من موضوع أزمة الغاز وأزمة الكهرباء والقهرباء اللي بتشتعل بالغاز وإحنا خدنا الغاز تتضرناه يعني ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل هزين حد يطلع يقول لنا الموضوع ده يخلص امتى الكهرباء بقى تقطع مرة ومرتين وثلاثة في مناطق مختلفة تلاجاب بتبطل نور بيقطع ويجي على غفلة واجهزة كهربائية بتبوز يا جماعة يعني احنا منادمين طلعوا قولنا الموضوع ده هينتهي امتى كلنا في الاول عاملين جدول زريف لطيف بالمناطق يقول ان الكهرباء هتقطع من الساعة مثلا واحدة للساعة اثنين في منطقة كذا الناس بتاخد بالها بتعمل مش عارف ايه عشان الاسنسيرات وعشان التلاجات وعشان وعشان نارضا لا بقى فيه موعيد ولا بقى فيه يعني تنبيهات ولا اي حاجة يعني الجو اصبح يعني حتى احنا لا في شهر سبعة ولا شهر تمانية ولا شهر كده يعني الجو الحرارة اه يعني قلت يعني عن الاول الجو بدأ يبقى يعني لطيف شوية وما القناة بتقطعوها ليه الاول بنعمل بنريح بنخفف الاحمال ايه عايزين نفهم انتوا بتعملوا ليه كده والعملية اللي وقت بقت صلاح مدح اي حد كده ايه القهرباء في اي وقت يعني احنا منا قدمين عايزين نفهم يا كفاية المشاكل وكفاية وجع القلب وكفاية الاسعار اللي قلتوا حتنزل ومنزلتش كفاية كل المشاكل دي مش نقصة كمان الكهرباء كمان مش نقصة يعني مش نقصة يعني مش سعرها انزل بس الشركات مش عايزة تجابها يا ايه ما فيش حاجة رخصة يعني حتى في حاجات اصلا سعرها زاد يعني والله حاجة غريبة جدا يعني منين اللي انتوا عملتوا علشان الاسعار هتنزل ومنين اه اساسا بسأل على العسل على النهاردة معينة المكارونة مثلا ليت سعرها النهاردة قالوا انه بقري لسه حيجالها زادة تاني بدل ما تثبت وبدل ما سعرها يقل ده كمان الشركات بدأت تزود كمان الاسعار ما الكلام وزير التموين ده ايه واي كلام وخلاص واحنا بنطلع نقول لناس ايه كلام وخلاص بتهدوا بس الناس وخلاص معلش اعذروني لو تون الصوت بس يعني شوية بس يعني في حاجات والله حاجات تجنن حاجات يعني فعلا يعني تدايق يعني ضيقنا كلنا نرجع تاني لمواضع وموضوع التعويم في تعويم ولا مفيش الدولار اللي طلعت ان البنوك بتشتري دولار من السوق السوداء يعني دي مصيبة الدبلوك اللي بقى دلوقتي بتشتري دولار من السوق السوداء وازمة قرارات البنك المركزي والتعويم فيه ولا مفيش اسعار الفايدة الفترة اللي جاية هتطلع البنك المركزي في اجتماعه اللي هو يوم اتنين نوفمبر ان شاء الله بعد بكرة بعد يومين هل حيسبت سعار الفايدة ولا حيزودها فيه تعويم فيه تضخم بقى حاجات كتير جدا مشاجه كتير جدا يعني مفروض نحن نناقشها النهاردة في الفيديو بتاعنا ده الموضوع برضو تاني موضوع بدقات الاقتمان والناس مش هتعرف تسحب من بره دولار لأ تحتسحب بنسبة معينة لأ ده من جوه من جوه من جوه البلاد بس حاجات برضو كتيرة ومشاكل كتيرة حنقشها ان شاء الله في الفيديو بتاعنا ده وللأسف بعد يعني مقارنتنا ببعض الفيديوهات لان فيه خلط كبير جدا الناس بتخلطه ما بين عمل البنوك وعمل البنك المركزي وما يحدث في السوق السوداء لدرجة لسه يعني لسه زي من كنت بقول حاجة لكم ان البعض قال ان البنوك نزلت السوق السوداء علشان خاطر تشتري دولار وعلى فكرة مش عايزين ناخد كل اللي بتقال او كل اللي بنسمعه ان هو على محمل انه فعلا حقيقة لان الاولا البنوك ما تقدرش تعمل كده لان فيه تعليمات رقابية فيه رقابة محلية وفيه تعليمات رقابية دولية تخص قطاع البنوك وفيه غرامات اصلا مش سهلة غرامات كبيرة جدا وارجو ان احنا نكون فاهمين او على الاقل يعني يعني عارفين طبيعة عمل السياسة النقدية في الحلقة دي يا جماعة ان شاء الله هنتكلم على كل القضايا ديت اللي بتهم مش قطاع كبيرة بتهمنا كلنا اصلا ومشاكلنا اليومية كلها بس عاوز من حضراتكم تركزوا معايا وتستنوا لغاية نهاية الفيديو ولو حضراتكم او بعض منكم له رأي اخر يلي تكتبوهن في التعليقات ده بيفيدنا وبيفيد المتابعين وبنقدر ان احنا نقرب وجهات النظر بنا وبين بعضنا تعالوا معانا نشوف التفاصيل خلال الفترة الماضية ااا عرفنا واسمعنا ان سوق السودة كده جريت كده جريت كده ااا يعني شطحت كده وتلعت لتسعة واربعين جنيه للدولار ونزلت تاني بقت خمسة واربعين وبقت اربيعين وتلعت بقت سبعة كده يعني الموضوع متزبزب فيه وطبيعي اتسوق السودة ما ببقاش فيها سعر محدد ممكن يكون السعر على حسب الكمية اا اللي حضرتك هتبحها وطبعا في اا ضغط ضغطة جمدة لان السوق السودة ده طبعا عمل غير مشروع وغير قانوني وبيجرم قانونا وفيها طبعا احكام وممكن نعمل الحلقة مستقلة لو حضرتكو حابين وكتبتولي في التعليقات عن الموضوع الاتجار في العملة غير القانوني بعيد عن البنوك وعن شركات الصرافة وبالتالي بتتصادر الاموال اللي بيتم ضبطها الى جانب عقوبات اخرى لو حابين نتكلم في الموضوع دوت اكتبولي وحنعمل حلقة مخصصة عن الموضوع ده. الاسباب البعض قال ان الاسباب هي قرار بنك مركزي والخاص ببطاقات الاقتمان واللي هنتكلم عليه بعد شوية واللي كان فيه من اللغبطة ومن اللغط اللي حصل حوالين منه. الى جانب الخبر اللي اسمعناه او الاشاعة اللي اسمعناها ان البنوك نزلت السوق السوداء عشان تشتري دولار. يعني طبعا يعني ازاي او باي منطق ان احنا يعني ان ده يحصل. ومين اللي حيقدر ينزل اشتري دولار من السوق السوداء? وازاي حيقدر يشتريه وحيتعامل مع مين? يعني الموضوع لازم يكون فيه شيء من العقلانية وشيء منطقي. ازا كان حضرتك لما بتروح تحط مثلا مبلغ معين مثلا من الفلوز سواء كان جنيه او دولار بيسألك مصدره ايه? واحد يقول لي ما هو يعني البيت بيتهم يعني اقول له لا ايا مش عزبة عشان تقول لي البيت بيتهم. ده سيستم كامل ومربوط بالبنك المركزي المصري. مش اه الناس دي مش شغالة طبعا نفسها يعني. البنك المركزي المصري بيبقى منتظر ان البنك يدي له معلومة. يعني طبعا الجملة اللي بتاع دي كلام غلط تماما يعني. ازاي البنك المركزي وهو يعتبر ابو البنوك وهو المسيطر على البنوك ال��자. هينتظر ان البنك يدي له معلومة لان كله مرتبط ومربوط بسيستم واحد لدى البنك المركزي المصري. وخاصة الدولار. يعني اي دولار يطلع اي دولار يدخل مربوط بالبنك المركزي. نقول تاني اي دولار يطلع او اي دولار بيدخل ده مربوط به البيت المركزي? هل ده كفاية? لا مش كفاية. ده ايضا برضو اي دولار فيه حاجة اسمها بنك المراسلة. يعني بعيد خالص عن مصر. يعني الولايات المتحدة الامريكية مسلا. لازم تعرف كل دولات داخل القطاع المصرفي بيروح فين? ويقى? يمنين. هل ده طبيعي? اه طبيعي. الدولار بتاعهم وهم عاملين نظام يقدروا من خلاله يعرفوا حركة الاموال. وممكن بنك المراسلة يعترض يعترض على تحويل دولار من بنك محلي لبنك محلي. مش بنك دولي. يعني ازا الموضوع مش بهذه البساطة اللي الناس متخيلة. طيب الاهم في الموضوع كله طب السوق السودا ليه جير الجارية دي? محدش عارف. البعض بيقول ان في زيادة للطلب نتيجة طبعا لموضوع احداث غزة. وبالتالي البعض بيتوقع ان سعر الدولار يرتفع. فالطلب زاد عليه? عشان خاطر يحتفظ بالدولار على امل ان فيه تعويم جديد. ومع التعويم الجديد زي ما الدولار الرسمي بيرتفع. فحيقابله برضو ارتفاع في السوق السودا. وبكده يقدر يحقق ارباح. ده زيادة في الطلب. طب الدولة عملت حاجة? اه البنك مركزي عمل حاجة. وضغط بشكل كبير جدا على مناطق التجار. الامر ايضا مجهوز مطلوق لاجهزة امنية شغالة في الموضوع ده. ودي حاجة خاصة بالامن هو اللي بيشوف القصة دي. لان ده يعتبر زي ما قلنا عمل غير قانوني. وارصة واحدة بس بتنسف يعني. طيب لغد دلوقتي هل في عوامل اخرى? لغد دلوقتي البنك ينزل ويشتري من السوق ده دولارات. في هنا سؤال مهم طبعا. هل الدولار سيرتافع خلال الفترة القادمة? كل السيناريوهات مفتوحة يعني خلال الازمة اللي احنا بنمر بيها. وهي مش ازمة بس دي ازمة وازمة معقدة جدا يعني. انت عندك الحرب على غزة مش عارفين مداها رايح فين? الحرب دي اثرت على مصر? اه طبعا اثرت على مصر. ومن دمن التأثير زيادة امد ان تقطع القهربة. اللي البعض مش عايز يقرب منه. واللي هنتكلم عنه كمان تلات اربع دقيق من دلوقتي. يعني ازا الحرب في غزة اثرت علينا? اه اثرت علينا. اثرت على الدولار? اه اثرت على الدولار ايضا. لما يكون انت عندك حضرتك اللي انت بدأت تشم نفسك كده خلال الفترة الماضية وده كان بسبب زيادة السياحة عندنا. وفجأة يحصل عندنا حرب في المنطقة فكل السياحة تلغي الحجوزات بتاعتها اللي كانت نوية تعملها. وده ايضا هيأثر على الدولار ومارده. فعوامل ارتفاع الدولار خلال الفترة الموجود القادمة موجودة موجودة وممكن تحصل. ممكن تحصل. نيجي لكسة موضوع تعويم الجنيه المصري. وهل في تعويم ولا مفيش. كلام لا ينتهي عن موضوع تعويم الجنيه المصري منذ شهور. والبعض يطلع. يقول لك ده فيه اجتماع استثنائي للبنك المركزي. والبنك المركزي حيرفع سعر الفايدة عشرة في المية او طفر اي اكتر او اقل. والبنك المركزي حيعوم الجنيه المصري. ونفاجأ ان الكلام ده كله بلح وما فيش اصلا اه ليه اساس من الصحة. طب هل البنك المركزي بيجتمع? اه طبعا بيجتمع البنك المركزي بيجتمع. وإلا يعني تبقى مصيبة صودة لو ما اجتمعش. طبيعي ان محافظ بنك المركزي بيجتمع بالتجار. بيجتمع برجال الاعمال. بيجتمع بوزارة المالية. بيجتمع بالحكومة. اجتماعات كتيرة ودائمة ومستمرة داخل البنك المركزي. وإلا تبقى كارثة لو البنك المركزي فوادي. واللي بيحصل ده فوادي تاني. تبقى كارثة لو الناس ما فكرنا البنك المركزي بيجتمعش لكل خمس اسابيع. عشان ينظر في موضوع سعر الفايدة او الكلام ده. دي حاجة. ودي حاجة تانية. السياسة النقدية دي حاجة اللي هو بيجتمع فيها كل خمس اسابيع. واللي هو اه ان شاء الله الاجتماع القادم اللي هو اتنين نوفمبر اتنين حداشر ده القادم. دي حاجة لوحدها خاصة لجنة لوحدها خاصة. ولكن في كزا لجنة تانية داخل البنك المركزي. ولها برضو اجتماعات وبتجتمع بشكل دوري. يعني ما فيش حاجة اسمها اجتماع استثنائي داخل البنك المركزي. اللهم الا ازا بقى حصلت لأقدر الله الجارسة والبنك المركزي في الظروف دي هيقرر يعمل حاجة. في الحالة دي بيبقى فيه اجتماع استثنائي. الاجتماع الاستثنائي ده بيبقون للجنة السياسات النقدية. فيه بعد الخلط اللي بيحصل داخل البنك المركزي. ولجان البنك المركزي. وده طبيعي لان اللي مش متابع لموضوع السياسات النقدية دي. ودور السياسة النقدية ممكن ان هو يطلق بطبيل الاجتماعات بتاع البنك المركزي. خلينا نخش بقى في الموضوع التاني اللي هو موضوع تعويم الجنيه. محافظة المركزي نفسه ما يعرفش امتى هيعوم الجنيه. تعويم الجنيه ده يا مش قرار حد شخص هياخده او مجموعة الشخص هياخده. ده واقع بيتفرد على الدولة بانها تعملو او ما تعملوش. في عام الفين وستاشر واقع اتفرض على الدولة عملته. هل ساعتها سندوق النات الدولة هو اللي فرض? لا مش سندوق النات الدولة هو اللي فرض. مش هو اللي فرض على الدولة في عام الفين وستاشر انها تعويم الجنيه لمصر. طب اما الايه اللي فرض علينا? ان احنا نعاوم الجنيه في سنة الفين وستاشر. حد حد من حضراتكم فاكر ولا نسيين نفكر حضراتكم وقتها كانت دولار خلص وما كانش فيه دولار وكان لازم يتم تعويم الجنيه وكان حاجة بسيطة انت دلوقتي عندك احتياطيات كل شهر بتزيد طيب حد يسنى بقى معنا كوم ده الكلام ده ان ما فيش تعويم احنا ما قلناش ان ما فيش تعويم بس بنقول ان الواقع هو اللي بيفرض على صنع القرار ان هو يعوم او ما يعومش طبعا الاشعاعات كتيرة والناس بتتكلم البعض بيقول التعويم خلال ايام البعض الاخر بيقول التعويم بعد الانتخابات البعض بيقول رفع الفايدة بعد الانتخابات البعض بيقول البنك المركزة حيرفع الفايدة في شهر ديسمبر اللي هو يوم اتنين وعشرين ديسمبر حيرفعها اتنين في المية كل ده كلام وكلها توقعات منتشرة في السوق ايه اللي هيحصل الله اعلم توقعاتنا احنا ايه توقعاتنا ان هو يرفع واحد في المية ثم يرفع واحد في المية وهل هي توقعات بنسبة مية في المية لا مش بنسبة مية في المية اه قد تصدق قد تصدق وقد لا تصدق قد لا تصدق هل ممكن يثبت الفايدة ممكن يثبت الفايدة كله كان بيقول وكله كان متوقع ان الاجتماع اللي هو بتاع بعد بكرة ده ان المنك المركزي يثبت سعر الفايدة طيب معنا كده انا هيرفع لا انا مولتش هيرفع بس مع اه الحرب في غزة ومع الاحداث اللي احنا فيها دلوقتي قد يكون في رفع السعر الفايدة ممكن يكون واحد في المية ممكن يكون بس يعني ما اعتقدش ان هو يعني لو في رفع ممكن يكون هو يبقى ممكن يكون واحد في المية بس يعني الاكتر من كده الموضوع هيبقى صعب جدا يعني اللي بيحصل في موضوع السودة وارتفاعها بالدولار تسعة واربعين ونزولها لخمسة واربعين وتلاتة واربعين وسبعة واربعين ده بيقول انه ممكن الباك المركزي يحرك سعر الفايدة واحد مثلا واحد في المية او يعني الاكتر اتنين في المية يعني ولكن ان احنا يعني ما نتوقاش بس ممكن احتمال واحد ممكن احتمال اتنين ممكن يثبت ممكن يثبت طيب السؤال التاني برضو اشتري شهادات دلوقتي ولا انتظر خلاص احنا يعني خلاص الاجتماع خلاص فضل عليه حاجة بسيطة يعني انتظر طب على المستوى البعيد يعني حضرتك بقى قرر انت بقى يعني هل حضرتك بتحب تعتفز بالسيولة في اه حاجات قصيرة الاجل يبقى عندك السنديق وعندك ازون الخزانة استثمر فيها براحتك لا انا عايز امسك العصام النص وحط جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا اه يعني اعمل كده لا ده انا عايز احط الفلوس كلها في استثمار طويل الاجل ماشي عندك الشهادات شوف حضرتك انت اكتر واحد قدرة انت عاوز ايه شوف اللي يفيدك وايه اعمله بعد حضرتك ما تسمع وتقرأ وتشوف انت حضرتك اكتر واحد تقدر تبقى عندك قناعة انت عاوز ايه وانت ممكن تعمل ايه في فلوسك سواء كان شهادات اه سنة دي اه وزون اه دهب عقارات اه كده يعني ووكالات التصنيف الايت ماني صنفت مصر علي انها مش هتقدر تس تلاقي البعض ويقولك اصل البنوك تم تخفيض تصنيفها لايت ماني لانها مش قادلة تسدد ديونها لا 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 موضوع مش كده خالص هو لان تصنيف الدولة انخفض من قبل الاماكن ديه فبالتالي بالتبعية ان تصنيف البنوك بينخفض هو اخر طيب حد يقول ليه تصنيف البنوك بينخفض لان البنوك بتستسمر في حاجة اسمها ادوات الدين الحكومية ادوات الدين الحكومية وازا كانت الحكومة نفسها مش هتقدر تسدد ديونها فيبقى بالتبعية بالتبعية اللي اعطت فلس او اللي اقراضت الحكومة مش هتقدر تسدد ديونها بالتبعية فبالتالي التصنيف الاقتماني بتاعها بينخفض نتيجة لتصنيف الدولة طب حصل قبل كده حصل قبل كده مرة ومرة ومرة مرات كتيرة يعني وفي ازمات كتيرة وبعد كده وكلات التصنيف الاقتماني رفعت التصنيف الاقتماني لمصر وبالتبعية رفعت التصنيف الاقتماني للبنوك نيجي الموضوع استخدام البطاقات الاقتمانية وده كان الاتهام اللي تم توجيهه للبنك المركزي المصري انه اخد قرار وفي نفس الوقت السوق السوداء ارتفعت بعد كده ولذلك البعض ارجع موضوع وقصة السوق السوداء الى موضوع البطاقات الاقتمانية اللي لما الناس عرفت انها مش هتقدر تستخدم البطاقات الاقتمانية راحت تجيب من بره الفلوس طب البطاقات دي بتخص استخدامك للبطاقات خارج مصر ده القرار اللي اصدار البنك المركزي وبيقول لحضرتك لو عايز تستخدم البطاقة الاقتمانية طيب حد يقول لي ايه هي البطاقة الاقتمانية البطاقة الاقتمانية دي يا جماعة ده قرد قرد حضرتك بتاخده من البنك بمبلغ معين بيبدأ من 3000 جنيه والموضوع مفتوح في شكل بطاقة البطاقة دي بتستخدمها وعندك فترة سماح محددة تستخدم حضرتك فترة السماح 55 يوم وبعد كده بيحسب عليك فايدة وبيحسب عليك غرام التأخير لو انت ما صددت الحد الادنى واللي هي بتعتبر قرد عليك اللي هي بكل سهولة كده بطاقة المشتريات اللي حضرتك بتروح لما بيكون عندك شهادات او بيكون عندك رصيد البنك بييجي الموظف بتاخد مطلوب لقول لك يا استاذ انا ممكن اعمل لك بطاقة بطاقة مانية ممكن تشتري بيها وبيبقى عندك فترة سماح لمدة 55 يوم حضرتك بتفرح وتقول لها اعملي البطاقة ولكن هي طبعا عليها رسوم وعليها رسوم تجديد سنوية كده يعني البعض بيقول لا مش مش كلا بس ايه برضو الناس ممكن بتكون بتستفيد بيها بتشتري بيها عندك فترة سماح 55 يوم بتقدر ان انت تسدد في خلال 55 يوم دولار بدون اي فوائد او بدون اي حاجة بس لو ما قادرتش حدلك بتدفع لحد الادنى عشان ما يتحسبش عليك غرامة تأخير ويتحسب عليك فوائد نتيجة عدم السداد في الفترة المحددة اللي هي 55 يوم البعض بقى كان بياخد البطاقات دي ويطلع خارج مصر انا بقول لكم اللي حصل في موضوع البطاقات الايتمانية وليه البكة مركزة عامل القصة دي البعض كان بياخد البطاقات الايتمانية دي ويطلع خارج مصر ويستخدمها ده يعني ده حاجة طبيعية استخدمها في المشتريات التكلفة بتبقى عالية البعض بيفضل ان هو يبقى معه دولار ويه البنك بيتح كده لو انت خارج قبلها بتمانية واربين ساعة بالفيزا بتاعتك وبجواز الصفر بتقدر تاخد عملة على حسب الدولة اللي انت رايح هل القرارات دي جديدة لا قرارات دي مش جديدة دي من 2016 ومستمرة حتى وقتنا الحالي طب نفهم الموضوع بالزبط ازاي انت حضلتك مسافر برا البنك المركزي كان قال ان حيادك قبل ما تسافر روح الفرع ويديهم مستندة اللي انت مسافر طبعا الناس اعترضت والبنك المركزي دايما بيعمل حاجة بعد ما يصدر القرار بياخد الفيدباك من البنوك يا جماعة الناس توصلت معاك طب ايه مشاكل الناس البنك المركزي بييجي عامل قرار تاني بيسهل شوية على الناس انت حضلتك مسافر ومعاك البطاقة بتاعتك تفضل حضلتك سافر بس بعد ما ترجع ان شاء الله وخلال فترة التسعين يوم قدم حضلتك ما يثبت انك انت سفرت خلال الفترة الماضية تبقي اللي يثبت جواز الصفر او تأشيلة الصفر او حتى التيكت بتاعك بص انت انا ده بقى بص انت عملتلي الموضوع المسانجر النويجي هنا وهنا بها تدتي للدنيا كل ما يجيلي خارية هنا تروح جايالين او وتروح مع النجا التليفون ممكن تفليلي بقى قصة الخار الخارية دي تاني ازاي ما عملتها انا عملتها عشان ناختي انا عملتها عشان ابن بنا طب يقفليها تاني شوف تفليها ازاي مش بق في الموبايل مش بقفيلها قفيلها ازاي يعني انا او شوف بس بعمل او او دنيا بازل تاية ازاي ما قدمتش خليل التسعين يوم في تلات حاجات هيتعامل الحاجة الاولانية حاجة اسمها القوائم سلبية يعني مش هتعرف تتعامل مع البنوك الحاجة التانية مش هتاخد بطاقات اقتمنية تاني من اي بنك البنك كله مربوط بشبكات يعني البنك ما منتظرش ان البنك يدي له معلومات كل المعلومات كلها عند البنك المركزي الحاجة التالتة انه بيبلغ الجهات الامنية وهي بقى تاخد الاجراءات القانونية بتاعتها لان القطاع المصرف اللي هو جهة التحقيق ولا جهة مسائلة ولا هي حتى جهة ان هي تتتبع انت بتعمل ايه لو يبقى لو جهات التحقيق وهي تتصرف معاك دي جبقى للسؤال اللي هو طب الموضوع ده تعمل ليه الموضوع ده تعمل لان في بعض الناس بيلموا البطاق البطاق الايتمانية دي اصدقائهم قريبهم حبيبهم ويطلعوا برة ويصحبوا الدولار ويجوا داخل مصر يستفادوا من فرق سعر العملة ما بين السعر الرسمي وسعر السعر السعود طب ده ما يعتبرش استغلال وضع يعتبر استغلال وضع الناس كلها من زي بعضية طبعا وفي ناس فرحة ومبسوطة من الازمة دية وتستفيد منها ومالهاش دعوة الموضوع ده هيأثر على ايه ولا يعني مهم من مصلحته الشخصية وخلاص وفي الناس بتبقى عايزة تحارب مصر داخليا عايزة توقع النظام عايزة تعمل اي تخريب داخل الدول او هو عايز يكسب ارشين لمصلحته الشخصية يجب على النقطة المهمة جدا ايه سوى موضوع انقطاع القهربة اللي هو قرفنا في عشيتنا ده وبيوعد الوقتي بالساعتين كان الاول قاله ساعة الوقتي بقى ايه ما شاء الله بقى الموضوع التطور بقى يعود بالساعتين وممكن يوعد اكتر وكل الناس الوقت في حالة دجر من موضوع عودة انقطاع القهربة بطريقة عشوائية وبطريقة طول من اللي قاله عليها ولا بقى حد يطلع يوضح ولا بقى حد يطلع يقول ولا حاجة خالص والموضوع بقى يعني زي الفل يعني بعد ما كنا قلنا الحمد لله خلاص ما بقاش فيه انقطاع القهربة ويمكن على مدى خمس سنوات ماضية الدولة كانت عندها اكتفاق ذاتي من انتاج الغاز وكانت كمان بتصدر وكان بيدخل دخل كويس خلال الفترة الماضية لكن خلال العام الحالي الدولة تحولت لدولة مستوردة بتستورد من شركة امريكية اسمها الناش بروم بتستغل حقل في اسرائيل الحقل ده اسمود امار كان بيمدى مصر بتبنمية مليون متر مكعب يوميا مع الحرب توقف تماما واصبح صفر وده اللي يعني سبب الازمة وقال فترة انقطاع تطول شوية بعد ما كنا بالقول فيه انفراجة بعد دخول الشتاء وما طبعا موجة الحر انقصرة طب ايه هو القصة بتاعت الغاز والكهرباء لما تجي تشوف تفاصيل استهلاك الغاز في مصر بتلاقي سبعة وخمسين في المية من استهلاك الغاز بيروح لانتاج الكهرباء امانا ان الغاز يقل فانا بقلل في انتاج الكهرباء فعشان الشبكة كلها مطاعشة فبيخفف لك الاحمال ساعة او ساعتين في اليوم 25% بيروح لقطاع الصناعة 10% بيروح لقطاع البترول ومرشتق ni وستة في المية بيروح للمنازل واتنين في المية بيروح لتمويل السيارات ده استهلاك الغاز داخل السوق المصري كل الدارة اللي احنا اتكلمنا فيها ال� cylindersا من بداية الحلقة لغاية دلوقتي لان المركز بتاعها هو العملة الصعبة. طول ما احنا بنعاني من نقص في العملة الصعبة. طول ما هنظل فيه مشكلة. والمشكلة هتتكرر من وقت الاخر. طيب ما هو حل هذه المشكلة? حل المشكلة من وجهة نظري في حاجتين. الحاجة العلونية هي ثقافة المجتمع المصري. ففي نمط في الاستهلاك نمط غريب. حتى في عز الازمة. اللي بتمر بها الدولة. اه الدولة المصرية ونقص في العملة. فنلاقي استراد بشكل كبير دي. ومنتجات غير اساسية. حتى منتجات يعني رفاهية سواء كان في السيارات او غير. فده نمط في المجتمع المصريح. حديت له يقول لي اه مش كل الشعب. اه مش كل الشعب. في النهاية حتى لو جزء من الشعب بيمتلك فلوس كتير. ده بيسبب ضغط على العملة الصعبة. هو ما بتضرش بس باقي شريحة المجتمع بتنضر. طب ايه الحل? الحل ان احنا نقتصد نغير ثقافتنا الاستهلاكية. على الاقل حتى خلال الازمة. ونبدأ نساس من اموالنا في فترة الازمة بدلا من التكلب على الشراء وبشكل غريب. وشوفوا مسلا على سبيل المسال بعد اجهزة الموبايل اللي بتنزل وبتلاقوا عليها حجز بالطوابير. وكأننا عايشين في رغط وما فيش ازمة. الحاجة التانية لازم الحكومة تبص على عجز الموازنة. عجز الموازنة ده لازم يبقى فيه علاج وعلاج عاجل. يعني عاجل دي مش لازم النهاردة بس نقسمه يعني على فترة زمنية محددة نراي فيها الازمات اللي بتحدث فيما بعد. وفيش اي حد بيخطط الا كتعة حاطط عنصر مخطرة في الخطة بتاعته. ان يحصل مشكلة ان يحصل حرب عالمية. حتى في عجز الحرب العامية لازم نبقى عارفين هنتصرف ازاي. عجز الموازنة ده مهم جدا يعني على سبيل المسال. عندينا بنود مقفولة مسلا زي سداد الفواج. بنجري على الدع لشان نخفض. وما بص الحاجات تانية. يعني احنا عندنا مسلا عدد كبير جدا من مستشارين في الجهاز الحكومي ممكن يتم الاستخناء عنهم. نبدأ نخلق اجيال تانية لتقود المسيرة. وده موجود? اه طبعا موجود. ونشوف يعني تكلفة قد دي. وبحزبة بسيطة ممكن نقدر نخفض من عجز الموازنة. كل حديث في موضوع عجز الموازنة ده يعني طول شرحه لكن في حلول اه في حلول وتقدر تعمل كزا حاجة ممكن تحلل بيها الازمة. واهم شيء هو مرونة سعر الصرف. بعتذر ثم بعتذر ثم بعتذر للاطالة في هذا الفيديو بس كان الموضوع مهم جدا وكان شامل اكتر من حاجة وحاجات كلها مهمة. وبيتورقنا جميعا. اللي لسه مشتركش في قناة يا جماعة يتشرفنا وينورنا ويشترك في قناتنا. واللي مشترك يريد تدعمنا باللايك والشير. اللايك كتير والشير بيخلي الفيديو بيطفو بحاجة بحس. يعني ايه? يعني بيخلي غيرك قادر ان هو يلاقي الفيديو بكل سهولة. وطبعا بيبقى ده في مزان حسنا تجد انت بساعدت ناس بمن غير ما تقصد. وآآ كمان ما تنسوش تضغط زر الجرس. اول تعليق. آآ اول اختيار اول او الكل. وبنذكركم ان احنا كل يوم يوميا لينا معادين لآآ فيديوهاتنا. يعني بنحاول يعني ان احنا ان شاء الله لتزم بيهم. فيديو الساعة اتنين وفيديو الساعة ستة. مرة اخرى على الاطالة. كان معكم سيد شاكر من قناة تشرح لي. اشوفكم على خير.